زي ما بتقولي كده يا مونا طبعا كلامك صح مع تفادي حاجة بسيطة كنت لسه بتكلم عنها في اللايف النهاردة انه في رجالة كتير جدا ماينفعش تتكلمي معاها الصبح عشان تاخدي منها طاقة ايه جباية لانك لو كلم فيه الصبح وفيه ستات برضو للحد ايه ما يشرب القهوة بتاعته ماشي ما تجيش ناحيته يعني وده اجماع كان فيه اجماع هنا في الستوديو الصبح عملت تحقيق انا استقصائي في الموضوع ده كل رجالة اجمعوا انه محدش يجي ناحيته لحد ما يشرب قهوة عصر ودي طبيعي تعائلات عارفة في عيلة كده تضح تضحك وعندها بهجة وتاع ولا بالليل كمان ولا بالليل مسترق كمان بقول ولا بالليل ولا وهو رجع من الشغل تعبين ولا وهو لسه جعانا هيتغدى بعد الغدى اقولك حاجة ولا في نص اليوم احمد شلبي في حاجة تانية يا طرق بس اقولك حاجة تخيش وقا خالص ماشي رجالة مش عايزين السيدات تكلمهم مش عايزين انا اصل الصبح ما فوقتش الظهر انا في الشغل وانا راجع ما تكلمينيش وانا داخل السيدين ما تفتحيش معايا مواديها بقى حيشوتها تخلي دماغي تشتغل عايزة نام عشان عندي شغل الصبح ففعلا يعني لا هو بتهربوا وخصوصا لو هتطلب فلوس اما هو دبقى اول مالبولي بتهربوا لي عشان فيه طلبات بعدها يا حبيبي بعدها طلبات مفيش داعي بالزبط